ماذا تحب بحضرتك في الفيزياء؟ لقيت نفسي بحبها كده يا شاك قدر ان انا في السنوات العامة اجيب مجموعة وحش جبت مجموعة وحش في السنوات العامة جبت كم في المية؟ جبت أقلي من 90 في المية ماذا ما قدرتش ارتاحها في كلية الهندسة ساعتها فكانت الدنيا ساعتها سودة سودة جدا يعني انا افتكر الايام دي وضحك دلوقتي على اللي كان بيحصل جبت مجموعة وحش جدا كان هدف كله ان انا ادخل كلية الهندسة ولكن فشلت في المرحلة دي كنت زعلان جدا والدي ووالدتي الله يرحمهم وقفوا جنبي كتير جدا ساعدوني دعموني كتير واقلولي حتكون افضل حتكون افضل بكتير من اللي انت كنت عايزه وسبحان الله دخلت كلية العلوم واخترت قسم الفيزي اللي الناس كلها بتبدي عنه طب قبل كده في السنوات العامة حقا جبت كم في الفيزي في الفيزي كمان في السنوات العامة جبت درجة مش كويسة جبت درجة مش كويسة كان فاكر او مش فاكر مش فاكر بالضبط لكن جبت اربعين حاجة واربعين من خمسين في الفيزي ساعتها درجة مش كويسة على رغم انه كنت بحب الفيزياء فمعرفش طبعا السنوات العامة مش مقياس وحيد انا دخل مع حضرتك في التفاصيل لانه فيه شباب كتير بيعتبروا ان الثانوات العامة نهاية الدنيا فده مهم جدا اللي حضرتك بتقوله انه احنا بديتكلم على باحث وعالم مصري عامل بجد في الدنيا كلها وناشر في اكبر مجلة علمية في العالم بحث واحنا بديتكلم عن عبقار الفيزياء القادم وهذا الرجل زي ما حضركم شايفين ما جابش المجموع اللي بيتمنافسا هو العامة مجموعه كان نفسه يدخل كلية هندسة ما دخلش كلية الهندسة دخل كلية العلوم دركته في الفيزياء كانت وحشة بس الحياة ما وقفتش بدأت التحدي هنا بدأ عملنا ايه بقى دخلت قسم الفيزياء في كلية العلوم يعني جبت درجة وحشة في الفيزياء ده ما كسرنيش دخلت كملت في الفيزياء برضه في كلية العلوم كان قسم صعب جدا لما اخترت قسم الفيزياء كان كان فيه كتير يعني شايفين ان هو قسم مش هاكون لي لازمة او انت مش هتشتغل او كده كده يعني هتاخد شهادة وتطلع وخلاص بس انا يعني كان ده تحدي بيني وبين نفسي ان انا لازم اعوض خسارتي في سنوات العامة فدخلت قسم الفيزياء وجبت في الاربع سنين الحمد لله كان انتياز ساعتها وبعد ما تخلصت طبعا قابلت الصعب في البداية في دراسة الفيزياء في كلية العلوم لان الدراسة في الجامعة غير الدراسة في السنوات العامة وبعد الاربع سنين مباشرة اتعينت معيد في قسم الفيزياء في كلية العلوم في جامعة المنوفية وطبعا بعد تخرجي على طول انا كان هدفي وكان نفسي دايما ان انا سافر عشان اتعلم شيء من الخارج ان انا اغد خبرة لان اللي احتكاك اجمع الخارج طبعا هتغد خبرة هتتسفيد منه هتفيد غيرك به والحمد لله دي جات للفرصة مباشرة بعد تعيني وبعد تخرجي كان فيه برنامج تبع اكاديمية البحث العلمي بين وزارة التعليم العالي او مبين مصر ومبين المعد المتحدة لابحث النووية في موسكو في روسيا وكان فيه اعلان عن مسابقة لاختيار 15 باحث من الجامعات المصرية ان هم يسافروا للتدريب فقط لثلاث اسابيع في موسكو في دوبنا او المعد المتحدة لابحث النووية الحمد لله تم اختياري من ضمن الخمساشر ويسافرنا لمدة ثلاث اسابيع انا قلت دي فرصة لازم اثبت نفسي اكتر لازم اشتغلت كويس مع ان الفترة كانت وصارة جدا انا مستدامها مستدامها فرصة ده التلاث اسابيع في اخر يوم في التلاث اسابيع البروفيسول اللي انا كنت شغال معاه في خلال التلاث اسابيع دول عرض علي ان انا ابقى معاون في المعهد كلمت الجانب المصري ان دي كانت اتفاقية تعاون ما بين الاكاديمية وما بين المعهد المتحد فالجانب المصري رحب ان ده هيزود العلاقات ما بين مصر وروسيا وخصوصا ان كان ده برنامج جديد لسه بادئ فده كانت نقطة كويسة فضلت هناك لحد ما اخدت الماجستير تعاون مشترك ما بين المعهد المتحد وجامعة المنوفية البرنامج ده مازال قائم حتى الان في اكاديمية البحث العلمي برنامج ممتاز جدا هو اللي وقع الاتفاقية كانت تقريبا في 2009 لما اتذكر كان دكتور طاري حسين كان رئيس اكاديمية البحث العلمي وقتها والدكتور حسين السمان قبل نهايتي للماجستير في روسيا جات لي منحة لحصول على الدكتوراه منحة شخصية لحصول على الدكتوراه من ألمانيا بعدها جت ألمانيا بقى بدأنا رحلة ألمانيا الكلام ده كان تقريبا من 11 سنة طب حضرتك يعني كلية العلوم في مصر وكان أول احتكاك ليك بالخارج في معهد البحث النووية في موسكو حضرتك متعلم مظبوط يعني خارج حسس انك واقف على رجلك كويس قدام الروس وقدام البروفيسور الروسي؟ طبعا تعلمنا في الجامعة البيزيكس لحاجات اللي توقفنا على رجلينا اللي تخلينا أن ننطلق التعليم في الجامعة أو التعليم في البحث العلمي عاماتا مش بيقتصر بس التعليمت ايه في الجامعة ودي حاجة مهمة جدا للإنسان لازم يطور من نفسه وأن هو يقرأ أن هو يتعلم تعليم ذاتي طول الوقت لحد الآن في بروفيسور عندهم 60 و70 سنة لحد الآن بيقروا بيعلموا نفسهم بيشوفوا المصادر بيشوفوا السورس بيشوف أي وسيلة يقدر يتعلم منها لأن ما فيش جامعة هتديك كل المعلومات لازم أنت تشتغل على نفسك لازم تطور من نفسك طول الوقت عشان خاطر أن العلم متغير